أجيال بتسلم بعض والكل في واحد ده كان كلام مهم جداً اختيار بنحيى عليه مخرجنا محمد شوارب ومضمون بنشكر عليه فريق الإعداد والحياة الزميل محمد مصفى باز المجهود كبير في أنه يلقط لنا مناسبة الكلام ده النهاردة مناسبة الكلام ده النهاردة أنه في مثل هذا اليوم لكن من فترة بعيدة الحياة شوية يتولد اسم كبير قوي في تاريخ النادي الأهلي ويرحل في نفس التاريخ اسم كبير أكبر في تاريخ النادي الأهلي كابتن صالح سليم بعبقريته بعظمته بقيمته بشموخه وهو شموخ الأهلي لم يستمد كل هذه القيم وهذه السمات الشخصية المتفردة جداً من فراغ إذا كان قال أنا تلميز كابتن محمود مختار التيتش فالتيتش كان تلميز مين الكلام ده ما تولدش لحظة الناس اللي فاكره أن النادي الأهلي موجود على السطح هتعمل في يومين ثلاثة لأ أنت بتتكلم في جزور تضرب بعمق التاريخ فعلاً جعفر والي باشا تولى وكالة النادي الأهلي لمدة سبع سنين من 1916 لغاية 1923 وهذا الرجل العظيم وكيل النادي الأهلي ثم جلس على كرسي رئاسة النادي الأهلي لفترة طويلة جداً من سنة أربعين أو من سنة 23 لغاية سنة أربعين 17 سنة متصلة وهو رئيساً للنادي الأهلي ثم من 42 لغاية 44 دي فترة رئاسة للنادي الأهلي في خلال هذه الفترة يذكر لجعفر والي باشا أنه عمل على تأسيس اتحاد الكورة وترأس اتحاد الكورة رأس اتحاد الكورة من 13 أكتوبر 21 أول رئيس ليه لغاية 29 يونيو 28 يعني بالزبط 7 سنين وهو الرجل الرئيس لاتحاد الكورة باستة الأهلي عشان نطمن حضراتكو لحظة بلحظة زي ما انتوا شايفين وصلت إلى فندق الإقامة في سورس جعفر والي باشا في الفترة الحقبة الطويلة اللي ترأس فيها النادي الأهلي كانت فرصة لإرساء كتير من منظومة القيمة باشا هنا بقى هنخش في الكلام الجد اللي بتقني نقرسطرين ونشرحهم وهكذا عشان نفهم جزء هام جدا من أسباب عظمة النادي الأهلي وتمسكنا بهذه الأسباب الأهلي دايما وأبدا ربنا بيخلق له حدث علشان يمارس فيه منظومته إذا تصرف صح صار مضرب المثل وصارت مبادئه منظومة قيم يمشي على ضقها وربنا بيوفقه إذا اهتزت منظومة القيم وعصى القيادة في إيد الجالس على مجلس الإدارة العملية بتخبو شوية بشوية وما بتنجحش فدائما وأبدا اختبار القيم هو معيار نجاح من يدير النادي الأهلي هو اختبار القيم اختيار القيم هو الاختبار بالضبط أنت اخترت أن تنحزل القيم منذ نشأة النادي الآن بالضبط فاتفرض عليك حدث اتصرف زي ما أنت عايز مشيت يمين حيث منظومة القيم وحيث النادي الأهلي أبدا خلف النتائج أستاذ براي بالضبط هو بقى ربنا بيكريم الآلي أنه في كل مرة ينحز فيها للقيم النتائج تدعم موقفه واتبيض وش مسؤولية كده بالعربي تخبو المسألة ما تلاقيش النتيجة كويسة إيه اللي حصل مع جعفر والي باشا علشان يربي حد اسمه مخترتش عشان يقدم لتاريخ النادي الآلي قيمة إدارية أخرى بحج وعظم التاريخ مخترتش في عصر جعفر والي باشا في أول اختبار ست لعيبة دفعة واحدة سنة 18 الفر لعب في عبوه معايزين يمشوا من الأهلي ستة وكان وقتها الأسماء يا باشموندس على حسب ما كتب التاريخ بتذكر أن الناس دي كانت أسماء تقيلة في تكوين الفريق شوية أفندية كوزين أيوة كان الأهلي بيستعد لا رأسه ميو كده كان الأهلي بيستعد لبطولة كاس السلطان حسين عنده بطولة وعنده ماتش مهم وفوجة إنه ستة قالك نضغط بقى فرصة نضغط العقلية الكروية واحدة الأفند والباشا يعني اختبار الإدارة وقوتها من زمان بالضبط إنها تتعرض لمثل هذه المواقف كان محمد أفندي شكري وكامل أفندي طه وحسن أفندي الصعيدي ورياض أفندي شوئي وعباس أفندي صفوة وعبد الحكيم أفندي علي أفندي درجة في اللقب الاجتماعي وقتها أقل من البك تسبق البكوي يعني يعني أنه تبقى فندي ثم تبقى بيك وبعدين باشا تبقى باشا على فكرة ممكن تبقى وزير وما تبقاش باشا وممكن تبقى باشا لكن ما تبقاش وزير يعني الباشا دي أعلى حاجة أنا مختلف مع الباشا مهندس عدلي في النظرة الاجتماعية هو الرجل باشا دي مش اجتماعية على فكرة دي مش نظرة اجتماعية كان هناك من المثقفين بشوات وما كانوش من أصحاب الماد صحية دي نظرة للمكانة صحية تأثيرك على مجتمعك إيه؟ كان المجتمع متماسك وبناءه الاجتماعي مختلف سيبكم من بعد كده أنه الفلوس بوزت النفوس وأنه كل الناس اللي عندها فلوس أساءت أخلاقها فبقت النظرة لصاحب المال نظرة مهزوزة السيد إبراهيم اللي كان بيتقدم لوحدة يتحروا عنه لو واحد من الدرجة السادسة من القرابة من الدرجة السادسة دخل إسم تعمله محضر العريس يترفض دلوقتي الأسر ما بتسألش على الأصل والفصل يمكن شقيته فينه بفليته فينه وعربيته إيه؟ عشان كده الجوازات ما بتكمق طيب خلينا بقى في الست أفندية دول اللي حبوا يضغطوا على جعفر والي باشا وإدارة الأهلي سانة 18 على فجرة سانح جمعه بيملى 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 بيانات سانح جمعه اتقدموا بطلب بقى قدموا طلب استقالة يعني طلب حصوله على استغناء عايزين ناخد استغناء وعايزين نمشي فوصل الخبر لإدارة النادي الأهلي وقتها الناس دي رحها تاني رحها سكة تانية رحها النادي تاني تلعب فيه وقعت ليه كان المختلط برطة هو فيه نادي تاني كانت الإدارة حسب الوضع ساعتها ولوايح البطولة من حق إدارة الأهلي ترفض يعني أنت بتقدم الاستقالة ما كانش لها فيه تنظيم ماء ولا حاجة بس أنت بتقدم الاستقالة أنا من حق أن أنا أرفضها وقولك مش أقعد ما فيش حاجة زي كده ومن حق أن أنا أوافع عليها أوافع عليها أو أرفضها دي ترجع لنا إيه اللي حصل بشوانتس آآ اتوقفوا الستة فوجهم إنه النادي بيوافق لهم ما فيش حد يقول عايز يمشي بالنادي الأهلي والنادي الأهلي يستبقية فبدأ فيه ناس تتكلم إزاي هيمشوا الستة دول بدأ يراجعوا بعض بدأ اتنين منهم ييجوا بعد ما النادي قال لهم ما الأهلي محدش هلو يدريعوا ومن جيش قابله بطولة زي كده وتقدم للطلب استغنى وعايز تمشي وأنا هبقيك اللي ما يسعدهوش يقعد في النادي الأهلي النادي الأهلي في غنى عنه فبدأت المسألة الأرض تهتز تحت ستة أفندية كبار فاتنين منهم بدأوا يرجعوا في كلامهم أربعة أربعة بدأوا يرجعوا في كلامهم ويقدموا طلب لأ والنبي قعدونا لأ والنبي مش عايزين نمشي طب يعتذروا اللي انتوا عايزينه إحنا نعمله حصل بعد كده إنه بدأ الاستقالة الجماعية بدأت الاعتذارات بشوانتصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر